السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده شرح سريع للمديولة الاول اللي هو بتكلم عن الويندوز المديولة الاول عندنا بتكلم عن ويندوز 7 اولا خلينا عرف ويندوز ان هو operating system او نظام تشغيل طبعا operating system دي ممكن نرمز ده بحارفين بس اللي هو حرف الاول اس خلينا برضو عارفين ان الoperating system فيه منها انواع زي الماك او اس وزي الاندرويد وي لينكس نبدأ بintroduction بسيط لحاجات مهمة موجودة عندنا في المديول الاول ده اول حاجة موجودة معنا هي الـ checkbox والـ checkbox ده نقدر نعرفه ان هو اي مربع نقدر نحط فيه علامة صح وكمان نقدر نحط اكتر من علامة صح في اكتر من صندوق shakebox تانية حاجة موجودة معنا الـ radio option وممكن نعرف الـ radio option ان هو اي دايرة نقدر نحط فيها نقطة وكمان الـ radio option ما ينفعش تختار اكتر من radio option مع بعض نقدر نختار واحد بس دلت حاجة موجودة معنا الليس بانر نقدر نعرفه ان هو صندوق بيبقى موجود فيه رقم نقدر نزود او نقص الرقم من خلال المسلسين الموجودين فيه السندوق ده رابح حاجة معنا هي الـ combo box ونقدر نعرف الـ combo box دوت ان هو بيبقى صندوق في عدة خيارات نقدر نختار واحد بس من بين الخيارات دي والـ combobox الاسم بتاعه بيبقى موجود فيه الشمال او بيبقى موجود فيه السندوق خمس حاجة معنا هي السلايدر وممكن نعرف السلايدر ان هي اي حاجة نقدر نسحبها بالشكل ده وممكن يكون بشكل افقي او بشكل رأس خلاص كده المقدمة خلاصة هنبدأ بالمكونات الافتتاحية لشاشة الويندوز اول حاجة عندنا في المكونات الافتتاحية هي البيينتر البيينتر ده اللي هو الشكل اللي بتحرك قدامنا ده بعد كده الايكونز او الايكونات بتاعت سطح المكتب بعد كده عندنا الول بيبر او البيجراوند ومعناها خلفية بعد كده الرابع حاجة عندنا هي شريط التاسك بار او شريط المهام هنبدأ نتعرف على خصائص او العنصر موجود معنا وهو البيينتر هنبدأ بايه او المكون موجود معنا وهو البيينتر هناخد خصائص البيينتر اول حاجة في خصائص البيينتر اننا نقدر نعمل سينجل كليك او ليفت كليك ايه هي الليفت كليك او السينجل كليك هي ضغطة واحدة من الزر الشمال في الموجود في الموز. ايه هي وظيفة او انها بيعمل يعني انا لو عملت كده على كمبيوتر كده انا عملت هي دي الوظيفة الاولى او الخاصية الاولى من خصائص الخاصية التانية من خصائص اننا بنعمل ايه هي وظيفة الرايت كليك وظيفة الرايت كليك ان هو بيعمل او بيظهر قائمة زي ما حادثك شايف كده الوظيفة التالتة من اه خصائص ان احنا نقدر نعمل معناها بالعربي السحبة الافلات نقدر نعمل الخاصية دي ازاي من خلال اننا بنعمل اه اه بنعمل بس بنفضل ضغطين على اه او بنفضل ضغطين على الموز بالشكل ده وبنعمل ايه سحب لي الاي اي 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 ا لو جينا نسحب اي ايكونة من دي او نعمل drag and drop مش ان نقدر نعمل ايه drag and drop كمان في وظيفة اللي هي double click double click يعني ضغطتين single click ايه هي وظيفتها بتعمل opening files and folders كمان في عندنا تلات طرق نقدر نفتح بيها اي folder او اي ايكون الطريقة الاولى ان احنا نعمل double click وقلنا double click هما اتنين left click او اتنين single click الطريقة التانية ان احنا نعمل right click وقلنا وظيفة ال right click بيعمل display menu ونختار من المينو اللي زهرت اول خيار معنا اللي هو open الطريقة التالتة ان احنا نعمل الطريقة التالتة ان احنا نعمل selection من خلال left click او single click ونضغط enter من الكيبورد خلاص كده خلصنا خصائص اول عنصر موجود معنا في الشاشة الافتتاحية للويندوز وهو ال point enter بعد كده تاني عنصر موجود معنا وهو الايكونز احنا اول ما بنزل نسخة ويندوز بنلاقي كل الايكونز مختفية موجودة عندنا بس ال recycle pin او سلة المحزوفات طيب ازاي بقى نقدر نظهر الايكونز دي اول حاجة بنعمل right click بننزل على حاجة اسمها personalize او تخصيص من القائمة الجانبية navigation panel القائمة الموجودة معنا دي اسمها navigation panel القائمة اللي لونها ازرق شوي بنختار خيار اسمه change desktop icons بتنبثك معنا النافذة اللي حضرتك شايفها دي بنعمل طبعا قلنا قبل كده ان ده checkbox اي مربع نقدر نحط فيه على من صح فده checkbox بنفعل كل ال checkbox على الايكونز اللي احنا محتاجين نظهرها بنعمل apply بعدين بنعمل ok بعدين بنخرج لسطح المكتب بنلاقي كل الايكونز ظهرت معنا ولحظة بسيطة بس ايه الفرق بين apply والفرق بين ok apply بينفذ الامر بدون غلق النافذة الموجودة حاليا زي ما انت شايف كده نعمل apply مش بيقفل النافذة اللي موجودة دي تمام لكن لو عملنا ok مثلا بيقفل بينفذ الامر وبيقفل النافذة طب دلوقتي ازاي اغير شكل الايكونز او شكل الايكونز بتاعت سطح المكتب بنعمل right click بنختار personalize من navigation panel بنختار change desktop icons بنختار الايكونز اللي احنا محتاجين نغير شكلها بنختار button button معناها زر اللي اسمه change icon بنختار الشكل اللي احنا محتاجينه بعدين بنعمل ok بعدين ok كده شكل الايكونة اتغير معانا طيب ازاي بقى ارجع لشكل الايكونة الاصلي بنعمل right click بنختار personalize من navigation panel بنختار change desktop icons بعدين بنرجع لي الايكونة اللي احنا محتاجين نرجع شكلها وبنضغط على restore default طيب دلوقتي ازاي نقدر نرتب الايكونز بتاعت سطح المكتب بنعمل right click بنجيه على الخيار التاني اللي هو اسمه sort by او الترتيب حسب دلوقتي موجود عندنا اربع اختيارات الاختيار الاول sort by name او الترتيب حسب الاسم وهنا بيتم ترتيب الايكونز حسب الاسماء الابجادية او الحروف الابجادية بيتم ترتيبها بالنسبة للغة الانجليزية من الاي الى الزد وبالنسبة للغة العربية من حرف الالف الى حرف اليان ثاني خيار موجود معانا sort by size وهنا بيتم ترتيب الايكونز ترتيب تنازلي حسب الحدم يعني من الكبير للصغير ثالث خيار موجود معانا sort by item type وهنا بيتم ترتيب الايكونز حسب انواعها رابع خيار موجود معنا ومعناها ترتيب الملفات حسب اخر ملف تم التعديل عليه او حسب اخر ملف تم انشاؤه بعد كده ازاي بنتحكم في حجم ايقونات سطح المكتب بنعمل من القائمة الاولى اللي اسمها view عندنا 3 اختيارات الاختيار الاول large icons ومعناها ايقونات كبيرة الخيار الثاني medium icons ومعناها ايقونات متوسطة الحج الخيار الثالث هو small icons هو ايقونات صغيرة الحج كده انتهينا من خصائص العنصر الثاني الموجود معنا اللي هو الايقون العنصر الثالث الموجود معنا هو wallpaper او background ومعناها الخلفي اول حاجة موجودة معنا في background او wallpaper هي السمنزات او السيمز ايه هي السيمز دي وبتعمل ايه السيمز دي بتغير شكل التسكبر الموجود عندك ده كمان بتقدر تغير الdisbelay menu الموجودة قدامك دي كمان بتغير الخلفية وبتغير النافذة او الwindو الموجودة قدامك دي طيب ازاي بقى نقدر نوصل للسيمز بنعمل right click بننزل على personalize زي ما انت شايف قدامك هي دي السيمز والسيمز بتنقسم الى 3 انواع اول نوع موجود معنا او اول قسم الموجود معنا ماي سيمز و دي السمنزات اللي انا عملتها ثانية حاجة الاريو سيمز او السمنزات الحديثة ثالث نوع موجود معنا البيزيك اند هاي كونتراست سيمز بدي السمنزات الاديم هزات التباين العالي طيب ازاي بقى اقدر اطبق او اقدر اختار سيمز من دول من خلال ان انا بعمل عليه سينجل كليك بيتم تطبيق السيمز اول حاجة موجودة لحظتها ان الويندو اتغيرت شكلها اتغير كمان التاسك بار شكله اتغير الخلفية كمان اتغيرت والdisbelay menu اتغيرت طيب ازاي بقى اقدر اعمل سيمز خاص بي من خلال ان انا بدخل على بنختار بعد كده بنختار مثلا اي لون او اي خلفية انت عايزها بنعمل كده زي ما انت شايف ده بقى سيم خاص بيك بنعمل بعد كده بنسمي السيم الاسم اللي احنا عايزينه وبنعمل ده كده بقى سيم خاص بي طيب ازاي بقى اقدر امسح السيم ده لو انت عملت مش هتقدر تمسحه ليه لان السيم ده تم تطبيقه فعليا او هو ده السيم الفعلي حاليا نغير ليه سيم تاني كده بعد كده نرجع لده نعمل نختار حاجة اسمها delete سيم او حزف السيم اللي احنا عملناه نعمل yes طبعا فيه اكتر من طريقة ان احنا نضيف بيها سيم لكن دي اسهل الطرق بعدين الجزء التاني عندنا في الوال بيبر او الباكجراوند هو ازاي نقدر نغير الخلفية بنعمل right click بنختار بننزل لتحت فيه عندنا حاجة اسمها desktop background طبعا عند موجود عندنا اول حاجة الكمبو بوكس الكمبو بوكس ده اسمه بيكيتشر لوكيشن وقلنا قبل كده ان الكمبو بوكس الاسم بتاع ممكن يكون موجود فيه الشمال او ممكن يكون موجود فوق السندوق من الكمبو بوكس الاسمه بيكيتشر لوكيشن بنختار بيكيتشر او سيمبل بيكيتشر وبعد كده بنختار اي خلفية من الموجودين عندنا دول بنعمل save changes بنخرب بنلاقيه الخلفية اتغيرت معنا بالشكل ده كمان موجود معنا زر select all وده بيحدد جميع الصور وزر clear all بيشيل التحديد من جميع الصور طب لو انا عملت select all واخترت جميع الصور وعملت save changes ايه اللي يحصل بيحصل ان بيتم عرض الصور بشكل متتالي في فاصل او فترة زمنية ما بين كل صورة والتاني ازاي نتحكم في الفترة الزمنية دي من خلال ان احنا بنيجي على الكمبو بوكس اللي اسمه change becatcher every وده كمبو بوكس العنوان بتاعه فوقه بنيجي على الكمبو بوكس دوت وبنحدد الفترة الزمنية ولا نفترض مثلا خمس دقائق وعملنا save changes كده بيتم عرض الصور بشكل متتالي ما بين كل صورة والتانية حوالي خمس دقائق طيب في زر موجود عندنا او شيك بوكس اسمه shuffle ايه وظيفته ان هو بيقوم بخلط الصور يعني ايه يعني ايه خلط الصور يعني بيعرض الصور بشكل غير مرتب يعني ممكن يعرض الصورة الاخيرة في الاول ممكن يعرض الصورة التالتة في الاول يعني يشافل معناها افتراضي او مختلق بعد كده ازاي نختار لون سادة يكون خلفية للشاشة بنعمل right click بننزل على personalize بنيجي على desktop background بنختار من الكمبر بوكس الاسمه ونختار solid colors و solid colors معناها الوان سادة او الوان خاطم بنختار اللون اللي احنا عايزينه بعدين بنعمل save changes بنخرب بنلاقي اللون اتغير به الشكل ده طيب ازاي بقى هنقدر نحط خلفية ونحط الحواف بتاعتها الوان وده سؤال جاي في العملية ان شاء الله بنعمل right click بنختار personalize بنيجي على desktop background من الكمبي بوكس اللي اسمه بنختار بعدين بنختار الصورة اللي احنا عايزينها بعدين بننزل تحت من الكمبي بوكس الاسمه بوكيتشير بوزيشن بوكيتشير بوزيشن يعني وضع الصورة موجود في خمس اوضاع زي ما انتا شايف كده عندنا الخمس اوضاع بس وضعين بس نقدر نحط الحواف بتاعتهم الوان الوان الاول fit والوضع التاني center زي ما انتا شايف لما بنختار الوضعين دول بيزهر معنا خيار جديد change background color بنيجي على الخيار الجديد ده بنحدد اللون بنعمل اوكي بنعمل save changes بعدين بناخره زي ما انتا شايف كده ممكن يزهر معك اللون بالشكل ده ممكن ما يزهرش معك اللون وانتا مطبق الخطوات دي صح بنيجي نغير ابعاد الشاشة بنعمل right click بننزل على screen resolution بنيجي على resolution combo box اللي اسمه resolution زي ما انتا شايف اللي انا بسحبه ده حاجة اسمها سلايدر حاجة اسمها سلايدر بنسحبه على اكبر بعد موجود عندنا واللي هو غالبا هيكون 1280 في 1024 يعني ايه 1280 في 1024 دي ابعاد الشاشة وبتقاس بالبيكسل ايه هي البيكسل او ايه هو تعريف البيكسل هو عدد النقاط المضيئة في الشاشة عندنا عدد نقاط مضيئة بشكل افقي وبشكل رأسي زي ما انتا شايف قدامك كده بعدين بنعمل apply بعدين بنعمل اوكي زي ما انتا شايف ظهر معنا اللون بالشكل ده كمان في طريقة تانية نقدر نغير بها ابعاد الشاشة بنعمل right click بننزل على personalize من القائمة الجانبية اللي اسمها navigation panel بنختار display زي ما انتا شايف عندنا تلات ابعاد وركز قوي في الابعاد بتاعتها عندك الmedia 125 large 150 واللي smaller 100% طيب ايه ازاي نوصل للنافذة التانية اللي احنا كنا بنغير منها الresolution من السلايدر موجودة هنا من adjust resolution قلنا اللي دي navigation panel بنختار منها الadjust resolution واحنا في الdisbelay اصلا تمام بنوضح اكتر عملنا right click نزلنا على personalize بنختار من النافجيشن بين الdisbelay عندك دي الطريقة الاولى انك تغير بها الابعاد الطريقة التانية انك بتدخل على adjust resolution لما انتا شايف دخلنا على النافذة الاول تمام النافذة دي نقدر نوصل لها برضو من خلال اننا بنعمل right click وبنختار screen resolution مباشرة بعد كده موجود معنا screen saver يعني ايه screen saver معناها حامي الشاشة ايه هي وظفته لما الجهاز بيفضل لفترة طويلة من غير ما حد يلمسه من غير ما حد يتفاعل مع الماوس او الكيبورد يعني بالمعنى ان الجهاز يدخل فيه حالة سكون لفترة معينة الجهاز بيدي مثلا شاشة سودا او بيدي بابلز اللي هي فقاقية على حسب ما احنا بنحد طيب ازاي نوصل ليه ال screen saver دي بنعمل right click بننزل على personalize موجود عندك هنا ال screen saver روات ندخل عليه زي ما انتا شايف يا دي ال screen saver من ال combo box اللي اسمه screen saver بنختار الوضع اللي احنا عايزينه هنفترض مثلا بلانك شاشة سودا زي ما انتا شايف عندك ال spanner اللي اسمه weight بيقولك مثلا تنتظر مثلا اربع دقايق لما الجهاز يدخل فيه حالة سكون معناها كده ان الجهاز لما يدخل فيه حالة سكون لمدة اربع دقايق هيدي الشاشة السودا دي وبنعمل checkbox ده active او بنفعل checkbox ده طيب امتى يكون معنا صندوق الweight ده unactive لما نختار none ويكون checkbox ده متشال بيه الشكل ده بيبقى ال spanner اللي اسمه weight on active او disable او ما تقدرش تتفاعل معاه بعد كده عندنا حاجة اسمها judges او الادوات ازاي بنوصل للادوات دي من خلال اننا بنعمل right click بتلاقي عندك في display menu حاجة اسمها judges بعدين بنضغط عليها بتنبثك النافزة اللي انت شايفها دي بعدين بنختار اي اداء احنا عايزينها وبتظهر معنا على سطح المكتب وكده خلاص انتهينا من العنصر التاني اللي هو ال wall paper او background بعد كده task bar او شريط المهام بعد كده عندنا اخر مكون من مكونات سطح المكتب وهو task bar او شريط المهام عندنا task bar او شريط المهام بتكون من ثلاثة اجزاء الجزء الاول هو start menu وهو الدايرة الموجودة معايا دي والجزء التاني هو task bar او شريط المهام هو الجزء الفرغ ده والجزء التالت الموجود معايا هو tool bar او شريط الادوات او الجزء موجود معنا في شريط task bar وهو start menu او قائمة ابدأ لما بنفتحها بالشكل ده بلاقيها مقسومة لجزءين الجزء الايصر وهو خاص او البرامج وعندنا فيه البرامج فيه منها نوعين النوع الاول ودي بتكون برامج مثبتة في وقلنا قبل كده معناها operating system او نظام تشغيل زي ايه البرامج دي زي زي الورد العادي زي عندنا النوع التاني من البرامج وهو او بيتم تثبيتها بشكل يدوي زي ده كده كل حاجة تخص الجزء الايصر الجزء الايمن الموجود معاك ده اسمه user item او اسمه items خلينا عارفيني ان اي حاجة بالشكل ده مش جنبها مسلس فده اسمه link او عنصر او item تمام اي حاجة موجودة جنبها مسلس بالشكل ده طيب ازاي بقى انا قدر نتحكم في الجزء الايمن اللي هو الخاص ب user او item users ده الجزء الايصر زي ما انت شايف احنا قلنا ان اي حاجة زي دي مش جنبها مسلس فده link او عنصر سؤال هيجي يقول لك اظهر لي مسلا videos قاقيمة بنعمل دي ازاي بنيجي على مكان فاضي فيه taskbar بنعمل right click بنختار او خصائص لما انت شايف انبثط معنا النافزة دي والنافزة دي فيها ثلاثة tab او ثلاث tab او نختار التاب اللي في النص اللي start menu بنيجي على customize بننزل تحت بنضار على العنصر اللي احنا محتاجين اللي هو الفيديو بنعمل اه وقلنا قبل كده ان اي دائرة نقدر نحط فيها نقطة فده ومن خصائص ان انا ما اقدرش اختار اكتر من اقدر اقدر اختار واحد بس زي ما انت شايف هنعمل وبعدين هنعمل اوكي بعدين هنعمل زي ما انت شايف الفيديو بزهر معنا كقيمة طيب ازاي بقى اقدر ازهره كعنصر من خلال ان انا من نفس نافذها بعمل بنزل تحت على العنصر بتاعي بعمل او بختار بعدين بعمل اوكي بعدين بعمل زي ما انت شايف كده زهر معنا كعنصر او طيب في خيار موجود اه معنا مهم ان احنا نعرفه اه خيار اسمه وهو الخيار ده عامل زي او اه التاريخ اللي بيبقى موجود فيه المتصفح بتاع حضرتك طبعا المتصفح لما بتفتحه بيكون في حاجة اسمها ودي اخر ملفات او اخر اللي انت زرتها تمام اه لو فعلنا الخيار دوت وحد مسلا غريب قعد على الجهاز وشخصا مش كويس مسلا بيفتح الجهاز بيبدأ يفر فيه الملفات بتاعته فالخيار ده لو متفاعل معنا بالشكل ده وشخص غريب قعد على الجهاز بيظهر كل الملفات اللي هو تفاعل معها او هو فتحها في القائمة بتاعت طبعا ما نقدرش نتحكم فيها ونخليها او نعدلها كمينيو او كعنصر لانها هو طبيعته اصلا ما نقدرش نعدل عليه هو طبيعته مينيو تمام موجود معنا خيارين برضو تحت اه في جزئية اسمها عندنا اول خيار او عدد البرامج اه او عدد اخر برامج تم استعمال على العرضة يعني ايه الكلام ده لو احنا مثلا خلينا لو الرقم ده خمسة زي ما هو عملنا نجي نفتح قائمة وقلنا ان الجزء الايسر خاص بالبرامج زي ما انتا شايف عرض لنا خمس برامج واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طيب تعالى مثلا نقلل العدد ده نخليه اتنين بس نعمل اوكي نعمل وتلاقي عندنا موجود بين رامجين فقط تمام بعد كده عندنا الخيار التاني وقلنا قبل كده ان اي اه صندوق موجود فيه عدد فده اسم نقدر نتحكم فيه من خلال المسلسين الموجودين جنب الرقم التاني number of recent items to display in jump list اولا ايه هي jump list jump list هي عدد البرامج المنسادل او عدد الملفات المنسادلة من برامج الميكروسوفت اوفيس وحاليا disabled عندي لان انا مش مش مسطب او مش مسبت الميكروسوفت اوفيس يكون موجود عندك في الخيار الاول زي ده كده لو احنا عملنا عدد الملفات اتنين فبيعنضفق عندنا او بيظهر عندنا او بيظهر عندنا ملفين فقط هنا لو عملنا ثلاثة بيظهر عندنا ثلاث ملفات طبعا في ملحوظة بسيطة انك لو مسبت الميكروسوفت اوفيس عندك على الجهاز لما تيجي تتحكم في الاسبانر الاول اللي هو عدد البرامج اللي بتكون زهرة لو عملت الرقم دوت مثلا ثلاثة فبيظهر عندك اربع برامج طبعا احنا مش بنعد الاول لان الاول ده خاص بالجامبلست وهو بيكون سابت او مسابت اعلى القيم وهي دي بقى الجامبلست اللي احنا بنتكلم عليها وقلنا قبل كده ان الجامبلست هي عدد الملفات المنصدة لمن برامج الاوفيس ومن شرط تكون معاك بنفس الشكل ده لان الاكسل ده هو برنامج من برامج الميكروسوفت اوفيس ممكن تظهر معاك بشكل مختلف زي الميكروسوفت وورد او الميكروسوفت باور بوينت بعد كده عندنا الجزء التالي للستارت مينو هو التاسك بار طب دلوقتي بقى ازاي نتحكم في التاسك بار او هي اه الخصائص اه بتاعة التاسك بار او شريط المهم احنا قلنا ان التاسك بار هي المنطقة الفاضية دي او ممكن تكون منطقة مليانة بالفولدرز المفتوحة طيب بنيجي على التاسك بار اول خاصية معنا هي لوك زي تاسك بار او قفل شريط المهم لما انت شايف ازاي نوصل للخيار ده اننا بنيجي على التاسك بار بنعمل ونختار بروبيرتز لما انت شايف ده اول خيار موجود معنا لك اه ده تاسك بار او قفل شريط المهم هو ده شيك بوكس نقدر نفعله او نقدر نلغيه علامة الصح لو محطوطها بالشكل ده وعملنا ابلاي فاحنا كده قفلنا التاسك بار اولا هو حاليا التاسك بار مفتوح انا عايزك تلاحز ان فيه نقط موجودة هنا ونقط موجودة هنا لو قفلنا التاسك بار بالشكل ده النقط هتخطفي معنا طيب لو فتحنا التاسك بار بالشكل ده فالنقط موجودة معنا بالتالي نقدر نلاحظ التاسك بار اذا كان مقفول او مفتوح بدون ما نفتح البروبرتز او بدون ما نعمل اي خطوات اضافية من خلال الشكل المبدأ لي التاسك بار لو موجودة النقط دي بنقدر نحركها كده اه فكده التاسك بار مفتوح كمان نقدر نقفل او نفتح التاسك بار بطريقة مباشرة اننا بنعمل رايت كليك بنختار من هنا look لتاسك بار او قفل شريط المهام بعد كده عندنا الخاصية التانية او اخفاء شريط المهام تعالى نفعل الخاصية دي ونشوفها نعمل لما انت شايف شريط المهام بيختفي طب ازاي بقى قدر ازهره بتزهره من خلال انك بتنزل به الماوس عليه بالشكل ده فبيبدأ يزهر معك لكن لو شلت الماوس كده بيختفي معاك تاني الخيار التالت معانا هو small icons اولا انا عايزك تركز في حجم ال icons الموجودة معايا دلوقتي هنفعل الخيار ركز في حجم ال icons الموجودة معايا هنا وعملت apply فحجم ال icons الصغر معايا بالشكل ده بعد كده موجود معانا taskbar location on screen وهو ده مكان taskbar على الشاشة بالوقتي لو taskbar مفتوح معايا بالشكل ده وقلنا ان احنا نقدر نميزه من خلال النظر لو النقط دي موجودة معانا نقدر نغير مكان taskbar بطريقتين الطريقة الاولى لو taskbar مفتوح معانا به الشكل ده نقدر نعمل drag and drop وقلنا drag and drop هي ان انا بنعمل single click لكن ضغطة single click بتكون مستمرة وبعد كده بنسحب للمكان اللي احنا عايزينه وبنسيب الحاجة اللي احنا عايزين ننقلها للمكان ده لو عملنا drag and drop لل taskbar كده نقدر نحركه في اي اتجاه زي ما انت شايف معانا كده يبقى دي الطريقة الاولى لو taskbar مفتوح طب لو انا قفلت taskbar وجيت اعمل drag and drop مش هقدر اسحب او غير المكان طيب لو taskbar مقفولة قدر اغير المكان ازاي بندخل على البروبرتز موجود معاك الكمبي بوكس اللي هو taskbar location on screen تقدر تغير مكان taskbar من هنا لو taskbar مقفول لو اخترنا lift زي ما انت شايف بنقدر نغير المكان بتاع taskbar طيب نرجع بقى لمكان بعد كده taskbar buttons او احجام او الازرار taskbar buttons اللي هي الازرار بتاعة taskbar او الايكونز او الفولدرز اللي بتكون مفتوحة فيه taskbar تحت طيب تعال نوضح اكتر لو احنا عملنا مسلا 7 never combine ده الخيار الاخير اولا خلينا عارفين ان taskbar buttons ده الكمبي بوكس زي ما قلنا ليه ثلاث خيارات الاول always combine and hide labels معناها الكمبين دي معناها دمج يعني الدمج دائما مع اخفاء العنوية بعد كده combine when taskbar is full يعني الدمج حين يكون taskbar او شريط المهام ممتلئ الاخيرة اللي هي never combine اللي هي عدم الدمج ابدا طيب خلينا نوضح بشكل احسن خلينا نسيبها مثلا never combine ونعمل apply اللي هو ما تدمجليش ابدا تعال نفتح icons كتير فتحنا ده وفتحنا ده زي ما انت شايف معنا icons تعال نعمل minimize لكل زي ما انت شايف icons كل واحدة واخدها مساحتها في taskbar طيب تعال بقى نشوف الخيار الاول اللي هو always combine نعمل apply ركز معايا في الايكونز الموجودة تحت دي تلاقيقهم اندمجوا في icons واحدة زي ما انت شايف معايا كده لما بتقشر عليها بيظهر الاسماء طيب الخيار الاوسط اللي هو combine when taskbar is full معناها ادمجلي لما يكون شريط المهام مليان يعني ايه يعني شريط المهام لو انت فتح في اه folders yama وصل ليه الاخر ليه هنا كده فبيقوم بيه دمج الملفات اللي هو الخيار الاول يعني الخيار ده لو شريط المهام مش مليان او مش ممتلئ فهو يعتبر نفس الخيار الاخير لكن ما اطلق بودش نفسك احنا قلنا always combine اللي هو الدمج دائما height levels اللي هو بيخفي العنوين زي ما انت شايف الوضع اللي احنا فيه دوت اللي هو always combine زي ما انت شايف كده بيدمجهم كلهم في folders واحد عملنا never combine لما انت شايف كل واحدة بتاخد مساحتها على سطح الماك على ال disque على ال taskbar اعسف والcombine when taskbar is full يعني بيدمجلي في حالة ان taskbar يكون مليان بعد كده عندنا الجزء الثالث الجزء الثالث الخاص بـ toolbar او شريط الادوات ازاي بنوصل له بنعمل right click نيجي على properties آآ آسف طبعا احنا ناسينا نشرح او منطقة الاشعارات آآ هي دي منطقة الاشعارات زي بنتحكم فيها بنيجي من الخيار ده بنعمل طبعا احنا لسه في نفس التابة الاولى اللي هي taskbar نفسه لسه ما وصلناش لشريط الادوات آآ بنيجي على او تخصيص زي ما انت شايف معاك انت ممكن تفتحها الاول مرة تلاقيها بالشكل ده تلاقي كل الايكونز اللي معاك آآ تلاقيها disabled او ان اكتف يعني ما تقدرش تتفعل معها بنتفعل معها ازاي من خلال ان انا بنشيل اللي موجود تحت ده آآ ركز معايا ان كل ايكونز من دي لها تلات حالات آآ الحالة الاولى شو ايكونز اند نوتيفيكيشن اللي هو اعرض لي الايكونة طبعا الاول نسيت اقول لكم هنا الايكونز معناها الايكونات وهنا اللي هو الحالة بتاعة الايكون دي تمام احنا نيجي مسلا على عندنا موجود لي كل ايكون من دي تلات اختيارات شو ايكون اند نوتيفيكيشن اللي هو عرض الايكونة والاشعار بتاعها طيب ايه الاشعار ده طبعا مسلا كده نقف على لو قفنا على كده من غير ما نضغط او نعمل اي حاجة الكلام اللي ظهر فوقها ده هو الاشعار طيب لو احنا عملنا مسلا آآ ايكون اند نوتيفيكيشن عملنا اوكي لما انت شايف النيتفيكيشن اختفى معنا طيب لو راجعنا تاني الخيار التالت معنا اللي هو انلي شو نوتيفيكيشن فهو بيظهر النوتيفيكيشن في المثلث ده او بيظهر الايكون في المثلث ده بتاعه يبقى احنا كده عارفنا ان اه اي اي ايكونز اللي هيها تلات حالات فقط اللي هو ازهار الايكون والاشعارات بتاعها ويخفى الايكون والاشعارات ويزهار الاشعارات فقط بعد كده موجود عندنا او شريط آآ الادوات ازاي بنوصله بنعمل بنيجي على بنيجي ليه التابع التالتة اللي هي اسمها زي ما انت شايف بيكون موجود معاك في الاول تلاتة بس مش بيكون معك مش بيكون موجود معاك الديكومينتز دي خالص يكون موجود معاك تلاتة بس الوغمى reverse developer لو احنا عملنا مسلا على الادرس بالشكل ده لو فعلناك وعملنا apply بيظهر معاك الادرس تحت زي ما انت شايفه بالشكل ده عملنا الك مسلا بالشكل ده بيظهر معاك تمام طيب نفعل نلغي الكلام ده? انا عايزك تلاحز ان موجود هنا معايا تلاتة. طبعا قلنا الديكومنتز دي انا اللي ضيفها هي ما بتبقاش موجودة هنا. بيبقى موجود هنا تلاتة او اربعة ولكن الديكومنتز مش فيه. تمام? طيب تعال نعمل بالشكل ده. واحنا قلنا هيبقى ظاهر هنا كام? تلاتة. نقدر نوصل لها بطريقة تانية ان احنا لو عملنا على آآ جينا على اول خيار اللي هو آآ طبعا اي آآ بالمناسبة برضو حاجة نسيت اشرحها في الاول. لو عملنا آآ طبعا قلنا وظيفة آآ بيعمل لو جينا على اي قائمة زي او الترتيب حسب زي ما انت شايف لما بتقشر عليها او بتقف عليها بالموز بيزهر قائمة القائمة دي اسمها قائمة فرعية تمام? تمام. آآ بنقدر نوصل لي او شريط الادوات بطريقة تانية اسهل لو عملنا هنلاقي هنا موجود معنا. آآ بيبقى موجود معنا وموجود معنا خيار جديد اللي هو نيو تايتل بار. آآ يعني ايه او الخيار ده هيفيدنا في ايه? انا مثلا لو موجود عندي موجود في الكرآن وانا دايما بدخل ليه ده. وبشغل ايه الكرآن كل مفتاح الجهاز مثلا. فانا عشان اوصل للفولدر ده مثلا بدخل على ماء الكمبيوتر بعدين بدخل على البرتشن اللي اسمه مثلا احمد. آآ بعدين من البرتشن اللي اسمه احمد بدخل على الفولدر المسلا اللي هو اسمه قرآن كريم بعدين بختار السورة اللي انا عايزة. يعني انا لسه هدخل وهطلع وهخرج وهعمل لأ اقدر اوصل لها بشكل مباشر من خلال التول بار. لو جينا على انا عايزك تعرف ان هنا موجود ايه? موجود اربعة. الادرس واللينك والديسك توب والنيو تول بار. طبعا دي انا اللي ضايفها تمام. بنجي مسلا عن نيو تول بار نختار الفولدر اللي احنا مسلا بنحتاج ان احنا نوصله بشكل ده مسلا آآ بعدين بنعمل ايه بتلاقيه زهر معاك تحت هنا بالشكل ده. مجرد ضغطة واحدة بس بتفتح لك الفولدر بدل ما انت هتدخل بعدين بعدين هتدخل لفولدر بعدين هتدخل لكزا. تمام? طيب ازاي بقى اقدر اشيل الحاجة اللي انا اضفتها من خلال اللي جنبها ده بنشيل ولو انا عايز اشيل بالشكل ده بتتشال كده. عايز اشيل مسلا اللي انا اضفتها دي. خلينا هنا عشان نشوفها. بنشيلها بي اه الشكل ده. وكده احنا درسنا او اخدنا اه التوسك بار واخدنا التول بار. ها بيكون موجودة عندنا في اه التول بار اه بيبقى موجودة عندنا اربع حاجات سابتين الادرس واللينك والديسك توب و اه حاجة اسمها تابلت بي سي امبوت بانيل. اه هي التابلت بي سي امبوت بانيل? هي اه عبارة عن لوحة مفاتيح بتكون موجودة جوة الويندوز. بنقدر نكتب اه عليها من خلال الموس. طبعا بنستعملها في حالة ان ما فيش كيبورد او الكيبورد في بعض الازرار متعطلة. وهي دي التابلت بي سي امبوت بانيل او الكيبورد اللي بتبع موجودة في نظام الويندوز. بعد كده بقى موجود معنا ازاي نقدر نرتب اه نوافذ بتاعة اه السطح المكتب من خلال شريط التوسك بار. طيب تعال نفتح اه اكتر من نافذة زي ما انت شايف بنصغر النوافذ بيه الشكل ده. او لان احنا لو فتحنا النوافذ بيه الشكل ده. لما بنعمل اه في عندنا خيار اللي هو اه ده بيتم في اه او بيتم من خلاله ترتيب النوافذ خلف بعضها. تعال نضغط عليه ونشوف النوافذ. طبعا النوافذ مفتوحة معنا بيه الشكل ده. خلينا نشوف اشكال النوافذ هيبقى عامل ازاي بعد ما نبتكه على الخيار اللي هو اسمه كاسكيد ويندو. طبعا احنا بنضغط على التاسك بار. بعدين بنختار كاسكيد ويندو. زي ما انت شايف تم ترتيب النوافذ خلف بعضها البعض. ده الخيار الاول اللي هو كاسكيد ويندو. طيب اه الخيار التاني اللي هو اه الخيار ده بيسوي حاجة اسمه هورزنتالي او بيتم فيه ترتيب النوافذ بشكل افقي. يعني لو جالك سؤال يقول لك شو ويندو اه شو ويندوز بيسوي ايه بيسوي هورزنتالي او اه افقي طيب تعال نضغط عليه كده نشوف النوافذ زي ما انت شايف تم ترتيب النوافذ بشكل افقي. طيب الخيار اللي بعد كده اللي هو شو ويندوز اه بيتم فيه ترتيب اه النوافذ اه جانبا الى جنب او بيتم فيه ترتيب اه النوافذ بشكل افقي او يبقى آآ شو ويندوز آآ سايد باي سايد بيسوي حاجة اسمها او آآ بشكل آآ بشكل رأسي تعال نضغط عليه ونشوف شكل النافذ لما انت شايف تم ترتيب النافذ بآآ شكل رأسي طيب آآ في خيار موجود معنا اللي هو شو آآ دا ديسك توب آآ الخيار ده بيسوي آآ هي المينيمايز آآ الموجودة الشرطة اللي عندك دي كده اسمها تمام؟ دي كده اسمها مينيمايز المربع الموجود عندك ده ماكسمايز والإكس الموجود ده كلوز او بيعمل كلوز ليه الويندو دي طيب احنا دلوقتي لو عملنا ماكسمايز اللي هو كبرنا الماكسمايز بيكبر والمينيمايز بيصغر تمام؟ لو احنا عملنا ماكسمايز للنفذة دي كبرنا النفذة بالشكل ده وجينا وقفنا على آآ النفذة تاني او آآ نفس المربع ده بتلاقيه بقى مربعين فوق بعض ومكتوب تحته ريستور داون ريستور داون بيرجعوا ليه الوضع الطبيعي اي ما انت شايف كده فالخيار اللي هو شو ديسكوتوب اللي هو بيسوي آآ حاجة اسمها مينيمايز وال يعني بيصغر جميع النفذ الموجودة قدامك دي في خيار كمان بيكون موجود آآ آآ اللي هو شو اوبين ويندو شو اوبين ويندو بيسوي حاجة اسمها ماكسمايز اللي هو تكبير جميع النفذة يعني انا كأني بفتح النفذة دي كده بالشكل ده كده انا عملت ماكسمايز طيب تعال نضغط على الخيار اللي هو شو آآ زا ديسك آآ تعال نضغط على الخيار اللي هو شو اوبين ويندو اللي هو قلنا ان هو بيسوي ماكسمايز قول تعال نضغط عليه كده نشوف اي اللي هيحصل اما انت شايف كده كبر آآ النوافذ او فتح النفذة الموجودة معنا بعد كده موجود عندنا ازاي آآ او طريقة عرض محتوى اي نافذة تعال ندخل على الكمبيوتر زي ما انت شايف ازاي بنتحكم في عرض اي نافذة من خلال ان انا بنعمل آآ رايت كليك آآ بنيجي على القائمة اللي هي اسمها فيو طبعا فيو استعملناها قبل كده آآ في آآ في التحكم في حجم الايكونز آآ كان عندنا اللارج ايكونز وده حجم الايكونات بيكون فيها كبير عندنا الميديوم ايكونز آآ بيكون فيها الحجم المتوسط زي ما انت شايف كده عندنا بيكون حجم صغير طبعا الاكسترا لارج دوت اللي هو حجم بيكون ضخم جدا زي ما انت شايف كده كل حجم كبير جدا طيب دلوقتي احنا عندنا آآ في قائمة الفيو بقى ازاي نتحكم في عرض اي نافذة آآ موجود عندنا اربع آآ اختيارات اول حاجة زي ما انت شايفها بيظهرها كليستة كده بيظهرها كشكل لستة تبع لها كونز صغيرة بيه الشكل ده الشكل التاني اللي هو الفيو آآ الشكل التاني من قائمة الفيو اللي هو الديتيل او الشكل المفصل وهو يعتبر اسم على مسمى يعني ايه اسم على مسمى طبعا نقدر نزيح او نقدر آآ نكبر ونصغر التفاصيل دي من خلال ان احنا بنعمل آآ بنسحب ما بين الفاصل الموجود هنا من حد اول ما الشكل آآ السهم تغير بنقدر نسحب به الشكل ده آآ طبعا هو اسم على مسمى ازاي عندك النام اللي هو اسم الكورس الصلب ده آآ اسمه عندك آآ طيب اللي هو النوع آآ عندك التوتر سايز او الحجم الكلي عندك الفريز بيس او المساحة آآ الفارغة كمان نقدر آآ نعمل راية تكليك من هنا ونظهر آآ بيانات اكتر زي الفايل سيستم قال لك ان نوع الفايل سيستم ده آآ اني تي ايف اس تمام نقدر آآ نظهر حاجات يام من دولت ونقدر نخفي حاجات طبعا عندك النام آآ ديسيبل ده او ما تقدرش آآ تلغيه تمام تقدرش نلغي النام لكن نقدر نلغي او نفعل او آآ نظهر ونعرض اي خيار من الخيارات الموجودة عندك دي آآ طبعا معلومة في السريع اي جهاز ويندوز بنسطبه بيبقى ابادئ بكورس السي آآ حتى بقى انت لو عندك بيبدأ بالسي بعد كده بقى السي يديه لاخر ايه الحروف آآ فين موجود عندنا حرف الاي والبي مش موجودين ليه آآ حرف الاي والبي كان زمان بيتم تخصصهم ليه آآ كورس الفلوبي ديسك او آآ الكورس المرن آآ فده السبب ان هما مش موجودين تمام يعني عندنا الكورس او اي برتيشن بيبدأ من السي بعد كده بيكمل الترتيب اللي ابك دي آآ طبعا ما ينفعش عندنا آآ ان احنا مسلا نعمل آآ عدد برتيشنز بعدد حروف الاي بي سي من اول السي طبعا لحد الزت لان دلوقتي احنا لو حطينا اي فلاشة اي كورس صالب بيتم توصيله او اي يو اس بي بيتم توصيله بالجهاز آآ طبيعي انه هو بياخد حرف من الحروف فاحنا دلوقتي مستعملين كل الحروف فبالتالي الفلاشة مش هتشتغل على الكمبيوتر او مش هيتم قراتها اصلا على الكمبيوتر طيب آآ النوع الثالث عندنا اللي هو آآ طايلز زي ما انت شايف ده آآ شكل الطايلز وده بيكون الشكل الاكسر استعمال عندنا الشكل الاخير اللي هو الكونتنت بيعرض فيه المحتوى زي ما انت شايف كده هو ده شكل الكونتنت او آآ الشكل الاخير في قايمة آآ الفيو بعد كده عندنا اخر جزئية في الميديول الاول اللي هي ازاي نغير او ازاي نضيف او نحذف لغة معينة آآ بننزل على شريط التسكبر في موجود عندك ال اي ان او ال اي ار ديت اللي هي بتاعت اللغة بنضغط عليها رايت كليك وبندخل على سيتنج بالشكل ده وصلنا ليه النافذة دي فيه طريقة تاني نقدر نوصل بيها آآ ليه النافذة دي او فيه كمان طريقتين مش طريقة واحدة بس ان احنا بندخل على كنترول بانل آآ بنختار اي حاجة فيها لانجوج نختار لانجوج بعد كده ريجون اوف لانجوج بالشكل ده بتنبسك معانا النافذة دي بندخل على الكيبورد اند لانجوج يعني حرفيا بنختار اي حاجة موجود فيها لانجوج بعد كده بندخل من آآ او بنضغط على اتشانج كيبوردس بتنبسك معانا النافذة دي كمان نقدر نوصل لها من آآ من الكنترول بانل موجودة معاك هنا طبعا الكنترول بانل لو مش ظهر معاك بنقدر نظهرها من خلال آآ زي ما قلنا من خلال الستارت مينو هنا بنعمل وبننزل على الستارت مينو او آآ قصد الكنترول بانل وبنعمل تمام بالوقتي هندخل على آآ اول حاجة بقى ازاي اضيف لغة بتضغط على بعد كده مسلا بنضيف آآ اي لغة احنا عايزينها اللغة مسلا آآ الصينية مسلا بنضغط على علامة الزائد دي تمام بتظهر كلمة كيبورد بنضغط على الزائد كمان مرة بعد كده بنختار اللغة الصينية بعد كده بنضغط اوكي بنعمل زي ما انت شايف كده بقى موجودة عندنا تلات لغات اللغة العربية والانجليزية واللغة الصينية طيب دلوقتي انا لو عايز احذف لغة زي ما انت شايف اللغة الصينية لما اضغط عليها خيار موجود يعني اقدر احذف اللغة دي لو جيت على اللغة العربية اقدر اعمل لو جيت على اللغة الانجليزية ما اقدرش اعمل ليه بقى لان اللغة آآ الانجليزية هي حاليا اللغة الاساسية لي آآ الكيبورد او لو عشان اقدر احذف اللغة الانجليزية لازم ان تغير دوت لازم ان تخليه لاي لغة تانية زي العربي مسلا. دلوقتي هنيجي على الانجليزي نقدر نحذف اللغة الانجليزية. وبكده اخدنا ازاي نضيف اه او نحذف اي لغة موجودة معنا. تعال نحذف اه اللغة الصينية نعمل بعدين بنعمل دائما انت شايف كده. موجود عندك دلوقتي لغتي. طبعا تقدر تتغير لي اه ما بين اللغتين لو انت بتكتب مسلا. لو انت بتكتب مسلا دلوقتي مسلا انا بكتب عربي اقدر اغير من خلال ان انا بعمل اه بضغط على زرار الالت والشفت مع بعض كده بينقل اللغة التانية زي ما انت شايف كده الانجليزي. الطريقة التانية ان اغير فيها اللغة ان انا بضغط على ال اي ان دي او او ال اي ار اللي بتبع موجودة هنا وبختار اي لغة تانية. طبعا لو موجود عندي اكتر من لغتين اه منفعش اغير من اه الالت والشفت. اه الطريقة ان انا غير من اه الزر الموجود هنا او العلامة الموجودة هنا وبختار اللغة اللي انا عايزة. وبكده خلاص. اه يعتبر انتهينا من اه المديول الاول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.